أهلا بكم في حلقة جديدة نتابع فيها آخر ردود الفعل على قرارات رئيس الجمهورية قيسي سعيد على مواقفه من عدة قضايا تهم تونس ودول أوروبية نحكي اليوم على تصريحات مختلفة نبدأها بتصريح العميد هشام المدب العميد هشام المدب كنوجه في تصريحات صحفية عدة رسائل إلى رئيس الجمهورية قيسي سعيد اللي اليوم عمل برش جدل بين الناس اللي معاها بين الناس اللي ضدوا بين الناس اللي هما يحبوا يدعموه ما يحبوش يمشيوا إلى الصفة الأخرى اللي هي موقف حركة النهضة وإنهم يتميهوا مع موقف حركة النهضة هشام المدب وهو محلل سياسي أيضا هو باحث في شؤون الاستراتيجية يقول ويخاطب رئيس الجمهورية قيسي سعيد يقوله ما دم تعاجزا عن قيادة البلاد وعن حسن إدارة علاقاتها الخارجية فالأفضل أن تستقيل يدعو رئيس الجمهورية قيسي سعيد إلى الاستقالة من منصبه كرئيس للجمهورية يعتبر أن قيسي سعيد اليوم فشل في إدارة شؤون البلاد في إدارة العلاقات الخارجية لتونس مع دول أجنبية نقوله أنه هذا يرجع بعد ساعات من التعينات أو الأوامر الرئاسية لأصدرهم رئيس الجمهورية قيسي سعيد أصدر أربع برقيات يعني أربع برقيات أو أربع أوامر رئاسية خليني يقول يعني مع بعضهم الأوامر الرئاسية ذوما ذو أوامر رئاسية يقضيوا بإنهاء تكليف كل من محمد الطهر العربوي بمهام القنصل العام للجمهورية التونسية في باريس الأمر الثاني هو أنهاء مهام عادل بن عبد الله إنهاء مهامه كقنصل عام للجمهورية التونسية في ميلانو كما زيد رئيس الجمهورية أصدر زوز أوامر رئاسية أخرى تقضيب تكليف كل من ريذا غرسل ليبي اللي كان وزير داخلية أقبل ما يتم تعين حكومة ناجلة بودن عينه في منصب قنص العام للجمهورية التونسية في باريس عين أيضا قيس سعيد خليل الجندوبي قنص العام للجمهورية التونسية في ميلانو كما زيد أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيد تعليماته لوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسين بالخارج بإجراء تحقيق وتدقيق مالي وآخر إيدي معمقين في كل من القنصلية العامة التونسية في باريس وكذلك في ميلانو وبعد هالتعينة هذي والأوامر الرئاسية هذي جاءت تصريحات العميد هشام المدب هشام المدب اللي قال أنه قيس سعيد أخطأ كثيرا خاصة في علاقة تونس مع الدول الأجنبية يعني العلاقات الخارجية كان عنده حوار العميد هشام المدب وأعتبر أنه رئيس الجمهورية قيس سعيد ارتكب عدة أخطأ سياسية وتقديرية اللي تتعلق بشأن الداخلية اللي تتعلق زيدا بعلاقة تونس الخارجية وهو قاعد يحاول أنه يغير النظام السياسي في البلاد في اتجاه علاقات دولية من شأنها يقول العميد هشام المدب من شأنها أنها تهدد مصالح تونس ومستقبل أجيالها وحذر من المساس بالعلاقات التقليدية لتونس خاصة مع أطراف بعينها الأطراف اللي يحكي عليهم هشام المدب هي الولايات المتحدة الأمريكية الجزائر وليبي هذوما بالأخص يحذر منهم رئيس الجمهورية أنه يفسد العلاقات مع هذه الدول وغيرهم من الدول ولكن على وجه الخصوص خليني نقول أنه خص هذه الدول بالذكرى فما ملف مع الاتحاد الأوروبي معلوم ملف يعني مهم جدا في تونس له ملف الهجرة غير النظامية أو الهجرة غير الشرعية في حديثه على هذا الملف العميد هشام المدب قال سنلغي كل الاتفاقيات الأمنية مع إيطاليا المتعلقة بالهجرة غير النظامية فتونس لن تكون شرطيا ضد شعبها وشبابها على حد تعبير هشام المدب اللي يقول زيدا أنه عشرين تونسي انتحروا جراء محاولة ترحيلهم من إيطاليا إلى تونس قصرا واللي قاعد صاير حسب نائب مجدي الكرباعي اللي هو يعني نائب البرلمان المجمد كان أكد أنه في الأشهر الأخيرة فم عملية ترحيل مستمرة أرقام كبيرة تقريبا زوز ثلاثة رحلات في الأسبوع كل رحلة فيها أربعين تونسي يتم ترحيله من أوروبا إلى تونس النساء ذوما يتم ترحيلهم من غير ما يكون عندهم بديل في تونس من غير ما يكون عندهم مشروع من غير ما يكون عندهم إحاطة شنو حضرت لهم الدولة شكيفش بش يعني يتأثرهم شكون قال اللي هذوما بيدهم ما يعودوش يحرقوا من لول وجديد دونك العملية مش عملية أمنية فقط إن كنتي تشدهم وتجيبهم وترحلهم لتونس وبعد ترميهم لأنه ينجم يعود يحرق ينجم لقدر الله يموت ينجم يتحول إلى معناها عنصر سلبي في المجتمع إلى غير ذلك دونك ما هوش حل تونس عدة متابعين عدة يعني محلين اعتبروا لي تونس يعني وريت صورة سلبية برشا على إنها هي تسلم في ولدها على إنها ما كانتش ند للند في التفاوض مع الجانب الأوروبي مثلا في ملف الهجرة غير النظامية اليوم هي شامل لمدة بيقول احنا بش نلغيب الاتفاقية لكل الأمنية مع إيطاليا وقال لي تونس ما تجمش تلعب دور شرطي ضد شعبها وشبابها يعني ما تجمش تشارك في هالعملية دي متاع الترحيل ويعني تصريح مجد الكرباعي اللي اكشف خاصة النائب المجمد اكشف على وثيقة ترحيل سرية مبرمة بين تونس وإيطاليا تسهل بمقتضاها تونس عملية استقبال التوينسا المرحلين من إيطاليا مقابل مبالغ مالية العميد هي شامل مد برد على هذه الوثيقة السرية المسربة وقال إنه تونس ما تنجمش تلعب دور شرطي ضد جبابها ضد ولادها ضد درجالها هذاك عليش يعتبر إنه تونس بش تتقدم في الموضوع هذا مع إيطاليا وتلغي كل الاتفاقيات الأمنية وبالتالي ما عادش فما تعاون أمني بين تونس وإيطاليا فيما يتعلق بترحيل التونسيين هوني خليني يقول إنه رئيس الجمهورية بما أنه بعد 25 جبيليا على الأقل خليني يقول ولو إنه هو ملف الدبلوماسية والخارجية كانت عنده منذ 2019 منذ شد رئيسة الجمهورية طبعا تعرفوا إنه ذات الخارجية تبعته والدبلوماسية تبعته يعني هو مسؤول على ملف الهجرة غير النظامية يعني زار إيطاليا هو بيدو زار فرنسا في حدة تصريحات كان نحكيه على الهجرة غير النظامية الملف هذا يسئل فيه رئيس الجمهورية خاصة بعد 25 جبيليا ولكن حتى قبل 25 جبيليا لأنه كان تابع وكان من صلاحيته ونجم يعمل فيه اللي يحبه هو مسؤول على المفاوضات مع الجانب الإيطالي مع فرنسا مع الجانب الأوروبي خليني يقول بصفة عامة اليوم ما ينجموش يتنكروا إلى الشباب التونسي قيسة سعيد يعني في حاجة إلى أنه يزيد يدعم القرارات متاعه بأنه ياخذ قرارات لصالح الشباب التونسي أنه ما يقبلش اللي تونس تلعب دور شرطي ضد الشباب متاحها أنه يعلن على قرارات وأوامر رئاسية تحمي الشباب التونسي هذا مطالب اليوم الناس اللي هم يعني سواء اللي وصلوا إلى سواحل الأوروبية أو حتى أهالي المفقودين يعني أرقام كبيرة متاع مفقودين منذ ثورة إلى حد الآن هذك عليش يطالبوا بأنهم يكشفوا مكان المفقودين ولا مصيرهم شو مصيرهم بالضبط بالتالي ملف كبير وملف الهجرة هذك عليش قيسة سعيد اليوم يعني الملف هذا بذاته هو ملف حساس ويعني مطالب بأنه يوضح ويفسر وياخذ إجراءات لفائدة الشعب التونسي والشباب التونسي